أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وفي بيان أفادت الوزارة أن 5 طائرات مسيرة بحرية أوكرانية هاجمت سفينة تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود قبل أن تدمرها الدفاعات الروسية بحسب قولها تصعيد يكله آخر في حرب كسب الوقت بين روسيا التي تحاول تحقيق مزيد من المكاسب على الأرض وبين كيغيف التي تستثمر حزمة المساعدات العسكرية الغربية في مواجهة الدب الروسي القرم نقطة محورية في الصراع النيران تشتعل في حوض بناء السفن في مدينة سيفستبول بشبه جزيرة القرم وتصيب العشرات صواريخ كروز وزواريخ عالية السرعة أطلقتها كيغيف على الميناء بدورها سرعت وزارة الدفاع الروسية بالقول إن سفينتين قيد الإصلاح تضررت نتيجة استهدافهما بالصواريخ وإن أنظمة دفاعهم أسقطت سبعة صواريخ ودمرت الزواريخ الثلاث حرب المسيرات متزال هي الأخرى مشتعلة بين موسكو وكييف الجيش الأوكراني قال إن دفاعاته الجوية أسقطت إثنتين وثلاثين مسيرات روسية من أصل أربعة وأربعين أطلقت القوات الروسية معظمها على مقاطعة أوداسا بحسب ما أورده الجيش قوات الدفاع الجوية الأوكرانية من جهتها قالت إن الهدف الرئيسي من هجوم المسيرات الروسية هو استهداف البنية التحتية لموانئ مقاطعة أوداسا القصف الأوكراني يقابله رد روسي إذ أعلنت كييف أن مسيرات روسية قصفت ميناء إسماعيل الواقعة جنوبية أوكرانيا على نهر الدنوب ما أسفر عن تضرر منشآت وسقوط إصابات من الميدان إلى مساع لمزيد من التصلح كييف تنتقد برلين وتلوم بطأها أو تباطؤها لهجة شديدة من وزير خارجية أوكرانيا يقول فيها إنه لا يفهم سبب هدر ألمانيا للوقت وعدم تسليمها صوريخ تورز بعيدة المدى لمواجهة الروس الحرب في أوكرانيا تتعقد فصولها بين من يريد الظفر بالفوز من قبل الطرفين إلى من يبحث عن حل وسط للملمة الأزمة والحادث هنا عن الغرب مرورا بالرئيس الروسي الذي يبدو أنه يرى أن مفتاح حل الأزمة لن يكون سوى كسبها وهي معادلة قد تكون صحب